مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون في المواقع المحلية الحوثيون يطبقون الخمس منذ أشهر خيوط طبيب في تعز يعود لمعالجة المرضى بعد تعافه من فيروس كورونا في الأخبار المنوعة أربعة آلاف سمك هدية من الهولنديين إلى مستشفى ألماني أنقذهم من كورونا بعد الضجة التي أثارتها قوانين الحوثيين في فرض زكاة خاصة بهم والحصول على خمس ما ينتج العاملون اعتقد البعض أن الميليشيا سوف تتراجع عن ما قررت لكن اتضح أن الجماعة قد بدأت التنفيذ منذ أشهر وخلقت فوارق طبقية بين اليمنيين وعنوان المصدر أولاين الحوثيون فرضوا الخمس واقعا في مناطق سيطرتهم على مالكي الكسرات ومصانع المياه وحتى مناجم الأحجار ومزارع الدجاج وقال الموقع منذ أكثر من خمسة أشهر فرض الحوثيون هذه الجبايا فعلا على أصحاب كسارات النيس والكر ومصانع المياه وحتى أصحاب مضخات الماء وفي نهاية العام الماضي تفاجأ أصحاب هذه الكسارات بقيام الحوثيين بفرض مبالغ مالية كبيرة وأجبروهم على تسليم ما نسبته مئة بالمئة من قيمة المتر المكعب من مادة الكري والنيس وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار هاتين المادتين حيث ارتفع سعر الثلاثة مترات مكعبة من مادة النيس إلى خمسة وعشرين ألف ريال بعد أن كان سعره عشرة ألاف ريال يمني وفق الموقع الأمر لم يقتصر على أصحاب كسارات النيس والكر بل حتى أصحاب مناجم الأحجار ومصانع المياه وبحسب المصادر فإن الحوثيين لا يصرحون للملاك أو للملاك بأن هذه النسبة هي خمس بني هاشم التي أقرها في لائحة قانون الزكاة واحد من هذه المصادر أكد للمصدر الله أن أحد مصانع المياه الكبيرة والمعروفة في اليمن أجبر على دفع ما نسبته عشرون بالمئة من إجمالي الانتاج لصالح الحوثيين وأفادت المصادر أن الحوثيين وضعوا لهم موظفا خاصا بهم داخل هذا المصنع لمراقبة عداد التعبئة لتوثيق نسبتهم من الانتاج اليومي وخصم قيمتها فيما بعد يواصل الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الكتابة حول المراجعات الموجعة ويصل اليوم للحديث عن التقدمية وقال في مقتطفات من مقاله المنشور في الجزيرة نات إبان الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان البشر يقسمون داخل الجامعات العربية والأوروبية إلى ثلاثة أصناف هي التقدميون والرجعيون والمشتبهة أصولهم كان الشيوعيون يحتلون وسط الطيف التقدمي على يسارهم اليساريون المتطرفون على يمينهم علمانيون يدعون لاشتراكية ديمقراطية مهذبة ومعتدلة والقاسم المشترك بينهم قناعة مطلقة بأنهم منفتحون متحضرون متفائلون بمصير الإنسان خيرون يعملون على تحسين مصيره على العكس من هذا كان الرجعيون من وجهة نظرهم وهم أساسا الوطنيون والقوميون ولاحقا الإسلاميون هم الحلقة المفقودة بين القردة والإنسان فهم متخلفون متعلقون بأساطير الماضي لا تهمهم آلام المستضعفين وحال النساء لم يفهموا إلى أين يتجه التاريخ وسينتهون في مزبلته المشهورة بين الفريقين دائما من وجهة نظر التقدميين يوجد المشتبه فيهم شاء حظ العاثر أن أصنف من بين هؤلاء وأن أبقى إلى اليوم نصف تقدمي كيف تحظى بشرف التسمية المسجلة رغم ما تجهر به وما تمارسه من دفاع عن حقوق الفقراء والنساء والشعوب المقهورة وأن تتحمل شوفينية برجوازية صغيرة مثل التوجه العروبي أو تسخر من مقولة الدين أفيون الشعوب كان للتقدميين في ستينيات والسبعينيات أكثر من سبب فالنظم الشيوعية تسيطر على ستس الكوكب الأرضي والأحزاب الشيوعية تتوسع حتى داخل الغرب والثورات على الاستغلال والعنصرية والاستعمار تقودها القوى التقدمية والفضاء الثقافي زاخر بالتقدميين والاتحاد السوفيتي يبعث بأول امرأة إلى الفضاء أضف إلى ذلك طفرة الاكتشافات العلمية والتكنولوجية في كل المجالات وكلها تؤكد أن التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي مشروع يزحف كالسيل دوما إلى الأمام ولا قدرة لأحد على إيقافه ما الذي بقي من عنجهية التقدميين بعد تكذيب الواقع لأوهامهم وهم يرون أفيون الشعوب يعود بقوة لكل المجتمعات ومنها المجتمع الروسي بل ويا للهول نساء يلبسن بمحض إرادةهن الخمار والحال أن مؤشر التقدم النسائي بالنسبة لهم بصرة النورة ومدى انحسار طرفها فوق الركبة حدث ولا تسلع الانتصار الرأسمالية بالضربة القاضية على أحلامنا جميعا يعاني مئات الأطفال اليمنيين في الهند من إشكالات التعليم في المدارس الهندية الحكومية والخاصة على حد سواء وعنونا موقع المشاهد نت أطفال اليمن محرومون من الدراسة في الهند وعفقا للموقع مشكلة الدراسة في المدارس الحكومية أن اللغات التي تدرس بها المواد تكون من لغة الهندية عادة الإنجليزية التي يستخدم المدرسون فيها الشرح بالهندية أيضا لإيصال المعلومة يتابع التقرير الذي كتبته من هناك ابتهال الصالح ضرب من الخيال أن يتماشى هذا الأمر مع الطالب اليمنى الذي لا يفقه من اللغة الهندية شيئا باستثناء من ولد على أرض الهند أو قدم إليها وهو ما يزال صغيرا أما المدارس الخاصة فهي باهظة التكاليف حيث تتراوح الرسوم فيها بين ألف وخمسة ألاف دولار للعام الدراسي الواحد وتقف اللغة الإنجليزية المتقدمة عائقا أمام الطلاب الذين قادموا إلى الهند بعد إكمالهم بعض السنوات الدراسية في اليمن تقول إحدى الأمهات اليمنيات الموجودات في الهند للسنة الثالثة وأطفال الثلاثة الذين في سن المدارس محرومون من التعليم وقد نسوا ما تعلمه في المدارس اليمنية قبل سفرنا ويكتفل غالبية العظمى من اليمنيين بتعليم أولادهم دروسا خصوصية لدى مدرسين هنود في منازلهم يلقنوهم أبجديات اللغة الإنجليزية أو الهندية ولكنهم سرعان ما يتوقفون لشعورهم بعدم الجدوى أو لعدم تمكنهم أيضا من تحمل تكاليف الدروس الخصوصية والنتيجة جيل جديد من الأميين الصغار كيف يواجه أطباء اليمن وباء كورونا يتساءل عصام القدس في تقرير نشره موقع خيوط تحت عنوان كادر طبي أعزل في قلب الجائحة وقال التقرير لا شيء أصعب من أن تكون طبيبا في مكان ممتلئ بالمرضى وبالأرواح التي يختطفها الموت بينما تعجز عن إيجاد جهاز تنفس اصطناعي لإنقاذها في ظل وباء قاتل أقال الطبيب آدم الجعيدي بحرقة وهو يحكي للموقع عشرة أجهزة تنفس اصطناعي في تعز كلها نضطر لنزع جهاز التنفس من المريض الأول لنقوم بتركيبه للمريض الثاني فإما أن يموت المريض الأول أو يقوم حتى يتعافى ويخرج ثم نستخدمها للمريض الثاني يضيف إذا كان هناك مريض ويحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي يظل في انتظار جهاز التنفس وأحيانا يموت حتى نعطيه العلاجات والباقي على الله لم يسلم آدم الجعيدي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد فقبل نصف شهر تقريبا ظهرت عليه آثار المرض وأثناء إجراء اللقاء معه كان قد عاد لتوهي إلى العمل في مركز العزل قبل أيام بنبرة ألم تحدث عن اشتياقه لأهله وأصدقائه وأمور كثيرة خارج مركز العزل يضيف الطبيب الذي تماثل للشفاء نحن نضحي بأنفسنا من أجل إنقاذ حياة الناس لا من أجل التخلص منهم إدمان النهب هذا هو الوباء العربي تحت هذا العنوان كتب ممدوح الشيخ مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا بيل كيلينتون بعد 14 عاما في منصب حاكم ولاية وثمانية أعوام رئيسا لم يستطع شراء منزل إلا بالحصول على قرض قيمته مليون دولار وهناك قصص كثيرة مشابهة في التفاصيل والدلالات في مذكرات نانسي ريغان القادمة هي وزوجها من هوليوود إلى البيت الأبيض ويقينا لا يعني هذا أن الساسة في الديمقراطيات الغربية ملائكة لكنه يعني أن وباء إدمان النهب ليس مرضا غربيا ويتأكد من ذلك من يتأمل حجم ثروات كثيرين جدا من رجال الجهاز التنفيذي في دول عربية كثيرة وكذلك المسؤولون السياسيون العرب بعد خروجهم من السلطة التفاصيل في حالات كثيرة مذهلة فما يكشف منذ سنوات من أسماء عربية متورطة في وثائق بنما وأشباهها يشيب لهولها الولدان وتلك من فوائد البلاغة العربية والمعلومات التي تراكمت خلال العقود القليلة الماضية وهي يقينا عينة ممثلة وليست حصرا تدفع إلى التساؤل عن غواية النهب ولماذا تحولت وباء وبعض الأدوار السياسية التي تقوم بها هذه الثروات المهولة يمكن أن تكون أكثر ضررا بالمستقبل السياسي للعالم العربي والنهم والنهب أقله في التجربة العربية خلال السنوات القليلة الماضية يستدعيان شريكا ثالثا التباهي وما زلنا خلال الأسابيع القليلة الماضية نشاهد في الصور المنتشرة في الإعلام بعض مفردات الحياة العائلية لمسؤولين سوريين القصور السيارات الفخمة في وقت يموت فيه السوريون في الداخل والخارج جوعى ومرضى وخائفين مؤكد أن التفسير لا يعني التبرير وأن النهب مجرم ومدان قليل هو كثير لكن ما يظهر على السطح من تفاصيل مغلة في الإسراف يجعلني أتساءل لماذا لا يشبع أحدهم بعد نهب أول مليون حول نحات يمني طابقا كاملا من منزله في مدينة تعز إلى متحف لأعماله التي أنجزها خلال أكثر من أربعة عقود قضاها في النحط على الأحجار وعنوانت صحيفة العربي الجديد نحات يمني يحول منزله إلى متحف لأعماله يزاول محمد علي القدسي 57 عاما هذا الفن حتى هذه اللحظة مكملا بذلك العام الخامس والأربعين من عمر تجرباته التي بدأت منذ أن كان طفلا في الثانية عشرة ويواصل بشغف هوايته رغم ترد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية التي خلفتها الحرب وكذلك الحصار المطبق على المدينة من قبل الحوثيين وكان القدسي قد باشر بإنشاء متحف صغير منذ أكثر من 15 عاما في محل الاستأجره أو استأجره لهذا الغرض في تعز وضم العشرات من التحف التي تضرر معظمها بداية الحرب بجراء تعرضها لإطلاق نار متعمد ما دفع القدسي إلى نقل المتحف عام 2015 إلى منزله ليحافظ على ما تبقى لديه من مجسمات ويحوي المتحف حاليا مئة واثنتين وثلاثين تحفة فنية تجسد مقتنيات أثرية ومعالم تاريخية في عدد من محافظات البلاد فضلا عن مظاهر الحضارة وأبرز الأحداث التاريخية والمعاصرة فيها كما تعدت تلك الأعمال مجالات الثقافة والسياسة إلى الاقتصاد والرياضة يقول القدسي العربي الجديد إنه أنشأ المتحف لإيصال رسالة أن اليمنيين أهل حضارة وإن وجدت بعض الصدامات كما هو حاصل الآن ورغم أنه لم يتلقى تعليما نظاميا إلا أنه يجيد القراءة والكتابة التي اكتسبهما في طفولته أصدرت منظمة هانديكاب انترناشنال وهي منظمة دولية غير حكومية مختصة في مجال الإعاقة أصدرت تقريرا حول الأثر طويل المدى للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وفقا لتقرير نشرت صحيفة لويغارو الفرنسية وترجم لصالح قناة بلقيس في اليمن أزمة تضاف إلى الأزمة وفي ردها على أسئلة لويغارو قالت إليسون بوتوميلي مديرة المناصرة لمنظمة هانديكاب انترناشنال الدولية والتي كانت متواجدة في صنعاء منذ عدة أشهر يعيش اليمن في أتون الحرب منذ نحو ست سنوات وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب الأزمة الصحية للفيروس التاجي وأضافت اليمن يمر بأزمة منسية عندما يقع قصف يموت الناس ولكن لا يدور الحديث بشكل كاف عن تأثير القصف على البنية التحتية وبهذا قد يعاني الناس لسنوات أو حتى لعقود من الصعب إعادة بناء المباني المدمرة ولهذا ستتراكم المشاكل وستستمر الأضرار بالتسبب وقوع قتلى وهذا يسمى تأثير الصدى وتفيد تعتمد اليمن على 90% من وارداتها من الغذاء والدواء والوقود وفي بداية النزاع تم قصف ميناء الحديدة وتدمرت رافعتان وزادت تكليفة الواردات وزاد سعر الغذاء بنحو 30% تتابع في ميناء الحديدة تم استبدال الرافعات ولكن لا يمكننا الحديث عن عودتها إلى الوضع الطبيعي إعادة بناء بلد في زمن الحرب أمر صعب للغاية وعن الصحة تقول هذا الوضع لا يعقل ومن الظلم أن يعاني أي بلد بنفس هذا القدر تواجه البلاد وباء الملأة أو الكوليران وكذلك الملاريا وحم الضنك وهذه الأمراض لها أعراض مشابهة أو متشابهة الناس لا يعرفون ما سبب موتهم الثورة بين الثائر والثوري تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقالة لهذه تنشره بالقيس أو تنشر بالقيس مقتطفات منه لم يحط من قدر الثورة الفرنسية ضد الملك لويس السادس عشر والملكة ماري انتوانيت في نهاية القرن الثامن عشر شيء أكثر من حقيقة أن الثورة التي جمعت بين الثائر بالثوري لم تستطع أن تؤلف بين الاثنين لتنتج الشخصية الثورية القادرة على استلهام ضرورات التغيير وأسبابه بالمضامين الاجتماعية الجمهورية التي حلت محل الملكية المطلقة والمعروف أن هذه المضامين لم تكن قد تبلورت إلا لدى نخبة محدودة من المثقفين الثوريين بمضامين منتخبة من الفكر التنويري الذي حمله مفكرون أمثال جان جاك روسو وفولتير وبعض قادة الثورة والذين حملوا على الاستبداد داعينا إلى حكم الشعب أما الثائرون القادمون من قاع المجتمع حيث الفاقة والجوع والقهر والجهل فقد كانوا لا يرون الثورة غير الانتقام ممن تسبب في بؤسهم ومعاناتهم والحقيقة هي أن هناك من الطبقات الغنية ممن كان قد التحق بالثورة ولكن بلباس الثائرين المنتقمين لا بوعي الثوري الذي يرى الثورة مشروع نظام مختلف جذريا عن نظام الاستبدادي بقي الثائرون معدم القادم من قاع المجتمع لا يدرك من ضرورات الثورة غير الانتقام من الطبقة الحاكمة والبارونات والأغنياء أما الثوري الذي نادى بالثورة بمعايير الانتقال إلى نظام الدستوري الديمقراطي وقد كان عليه أن يواجه مخاطر جر الثورة إلى المزلقات التي كانت النزعة الانتقامية للثائر قد شقت أخاديدها في المجتمع المحروم بطريقة لم تترك من خيار غير المقصلة والدم نطالع من موقع بي ان سي أحد أخبار الفضاء المهمة حيث عنوان الموقع البنتاجون يؤجل إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للتجسس وقال الموقع إن شركة روكتلاب الأمريكية للطيران والفضاء أجلت إطلاق صاروخ إلكترون من مطار مخيا الفضاء في نيوزيلندا وجاء في بيان نشرته الشركة إننا نلغي إطلاق الصاروخ لظروف الطقس والرياح الشديدة ونؤجله إلى موعد آخر سنعلن عنه لاحقا وتم الإعلان سابقا أن صاروخ إلكترون سيحمل إلى مدار الأرض ثلاثة أقمار صناعية صغيرة تابعة لإدارة القومية الأمريكية لإستطلاع العسكري الفضائي جدير بالذكر أن عمل الإدارة الأمريكية أو القومية الأمريكية لإستطلاع العسكري الفضائي لا يزال سريا للغاية وليس هناك أي معلومات عن الغاية من الأقمار الصناعية المخطط إطلاقها ولا عن تكلفتها شركة روكتلاب الأمريكية الخاصة أطلقت منذ التأسيس سبعة وأربعين قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار الأرض أكثر من مئة هولندي تمت معالجتهم في عيادات ألمانية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا وشعر الهولنديون بالجميل وفكروا بالرد المناسب ووفقا لموقع الدي دابوليو أربعة آلاف سمك تقديرا للمجهودات الألمانية لعلاج الهولنديين وقال الموقع تربط الهولنديين وسمك الرينجا قصة طويلة تمتد لألف سنة فسمك الرينجا من الأسماك المحبة ذات الشعب الهولندي وهو الذي رفع بمرور الزمن من عائدات تجارة الأسماك في هولندا وإذا حصلت على سمكة الرينجا كهدية من شخص هولندي فاعلم أنه يقدرك ويحترمك مدام قد أهداك شيئا يتمتع بمكانة خاصة في الثقافة الأصلية وللتعبير عن الامتنان قدم الهولنديون أسماك الرينجا وتسلمها كارل جوزيف لاومن وزير الصحة في ولاية شمال الراين فيست فاليا الألمانية تجدر الإشارة إلى أن المرضى الهولنديين تمت معالجتهم في عيادات ألمانية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا خاصة وأن ألمانيا كانت تمتلك في ذروة الجائحة عشرات الأسر الجاهزة لاستقبال المصابين بالفيروس والتي لم تكن هناك حاجة إليها على المستوى الداخلي ما سمح باستقبال مرضى من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا الأحداث كما روتها عدسات مصوري صحيفة الجاردين البريطانية نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أخيرا عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء